الشيخ صالح أيضاً من الأسئلة التي ترد إلينا ونسأل عنها ما هي حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا يجب علينا تجاه رسولنا صلى الله عليه وسلم حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة أولها الشهادة له بالرسالة ثانيها تباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته بامتثال أمره وترك ما نهى عنه ثالثها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين بل يكون الرسول أحب إليك من نفسك ولهذا لما قال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال له لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي قال الآن يا عمر ومن حقه علينا عليه الصلاة والسلام أن لا نغلو فيه ونخرجه عن طور البشرية ونجعله في منزلة الرب سبحانه كما يفعل أهل الغلو الذين يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه حوائجهم بعد موته فهذا غلو في الرسول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فنهى عن الغلو ولما قال له أناس يا رسول الله يا سيدنا وابن سيدنا قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجري أنكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله نعم ترجمة نانسي قنقر